تنطلق في مدينة دبل حصن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان دبل حصن للمالح والصيد البحري الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية المدينة يوم الخميس التاسع والعشرين من أغسطس الجاري ويستمر حتى الأول من سبتمبر القادم ويعد هذا الحدث هو الأبرز على مستوى الدولة ليجسد جانبا أصيلا من فلكلور وطني إماراتي ويشهد المهرجان الذي تقام فعالياته على مدار أربعة أيام في جزيرة الحصن مشاركة واسعة لعدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاصة والمحال التجاري المتخصصة في صناعة وبيع المالح ومشتقاته وعدد من الصيادين والأسر المنتجة بما يجسد مكانة الحدث وأهميته كأحد أبرز المهرجانات التراثية والسياحية المتخصصة في صناعة المالح على مستوى الدولة والمنطقة